موسيقى عزيزي المشاهد نرحب فيك في حلقة جديدة من برنامج اختبارات وحلقتنا النهاردة مستمرة اختبارات من السودان على حسب كلمة المزمورة اللي بتقول كوش تسرع بيديها إلى الله كوش منطقة السودان واثيوبيا ومنطقة مصر المنطقة اللي رب يسوع المسيح سار فيها في يوم من الأيام المنطقة اللي كانت فيها ممالك مسيحية واللي منطقة اللي لسه على المسيحين عايشين فيها نحن عايزين نشوف انه الرب يعمل ايه في المنطقة بي تتقابل مع ناس اكتار والنهاردة عندنا قصة فريدة ان الرب لمس حياة اخت من اخواتنا وهي لما كانت في السودان وبعد ما طلعت السودان ورح نمشي معها النهاردة في رحلة وفي سفر اجعياء بيقول انه كوش بتعطي هدية للرب والنهاردة احنا عايزين نعطي هدية للرب واكتر اشي ممكن نعطيه هدية للرب هو قلوبنا نفوسنا حياتنا بيوتنا ونسلم وتسليم كامل وصلي انه الرب يسوع المسيح يستخدم هذه الحلقة انها تكون بركة لبيتك لعيلتك لكنيستك والمكان اللي انت فيه لذا نرحب فيك عزيز المجاهد باسمه الرب يسوع المسيح الرب يباركنا في هذه الحلقة ويعطينا تشجيعات من عنده بغض النظر شو الظروف اللي انت كنت عايش فيها نحنا بنشوف في السودان واختبرنا رغم الجوع رغم المرض رغم القلم رغم الصراع ورغم الحروب ورغم كل اشي انه سلام الرب يسوع المسيح الذي يفخ كل عقل غير حياتنا غير بيوتنا وصلواتنا النهاردة انه الرب يسوع المسيح يغير بلادنا وهذه صلاة الىك عزيز المشاهد انا مبسوط جدا جدا انه ارحب باختي كاترين معانا في البرنامج اهلا وسهلا فيك اختي كاترين اهلا وسهلا زي ما احنا ابتدينا في البرنامج جديد من قبل فترة انه بنحاول ناخد خلفية انه شو اللي صار في حياتك وشو اللي الرب عمل في حياتك واحتمال بس او تعطينا في البداية انه بنبزه بسيط عنك انك من وين من الشمال السودان من جنوب السودان من ياته منطقة النشأة والبيئة والاسرة والخلفية وشو اللي رب عمل في حياتي انا اسمي كاترين من جنوب السودان مولودة من منطقة غرب الاستوائية في حتة اسمه ياي منطقة ياي احسن المناطق في جنوب السودان اسمعت انه كأوروبا اسمه لندن عندها منجة كتير وواو الأخير منطقة كثير كثير كانت كويسة فعلا يهي جميل بس اتولدت في جبه ويتربيت في جبه ويتعلمت في جبه بس يعني زورت كذا مرة إيهي بردو فبشكر ربنا كثير يعني من نجلي أعماله في حياتنا الرب فعلا ما نساء أولاده يعني كنت عيشت عيشة يعني صعبة صعبة في حياتي وانا في التفولة ما عرفت ما في حب ما عرفت عن الحب ما هو حب لأنه ما شفت أمي ما شفت أبوه رح نجل المنطقة هذه بس خلينا نركز شوي أنه المنطقة اللي أنت عيشت فيها منطقة مسيحية منطقة إسلامية منطقة لا دينية أو شو الجو اللي كان هناك المنطقة في جنوب السودان والله حتى في مسلمين وفي مسيحين يعني أنا ما بفرز إنه دي مسيحي ولا دي مسلم لأنه حياة كان طبيعي عادي كان في تعايش بين الناس بين الناس يعني ما في مشاكل بس يعني كنت أتولدت في أسرة مسيحية يعني في الحياة دي رسالة كتير كتير مهمة إن إحنا في السودان مثلا إذا في جنوب السودان أو حتى في شمال السودان حتى في وسط السودان إن الناس يعني من سنين كانت عايشة في تعايش مع بعض يعني بتلا الأسرة بيكون فيها الأب مسلم والأم مسيحية بتلا أن العيال نصهم مسيحيين ونصهم مسلمين بس المشاكل ابتدت تدخل عنا لما من دخل الإسلام السياسي ودخل الناس ابتدت تتسيس الدين لأجل إنه حرب معينة فعشان كده أنا عايزة إنه الناس ما تنسى الموضوع دي يعني نحن نحكي عن السودان ومش دايما كان في حرب الناس عاشت لمدة سنين طويلة في أمان وسلام نحن كون متكلم شوية قلت إنك عاشت في منطقة جبل اللي هي أساسا في شمال في جنوب السودان وقلت إنه ما شعرت بالمحبة شو أصدي بالموضوع أنا من اتولدت لأنه ما شفت أمي وما شفت أبويا شو السبب يعني في فترة أتولدت كان في حرب حرب وأنا الصغير أنا ما فاهم أي شيء ففي أمامي كان وجدت جدتي وجدي هما الاثنين اللي هما ربوك وهم ربوني وكتبوا يقول لهم لجدتي ماما وبيقول لها جدي بابا هما اللي أنا اتعرفت أنه هما عائلتي أنت بتحكي على الفترة تبع التمرد الأول اللي صار في السبعينات في السودان والناس اللي انفصلت على الحكومة وابتدت تقاتل ضد الحكومة الحرب وقد كان اشتد وفي الفترة دي كان أمي كان حاملة فأثناء اتولدت يمكن بأسبوع لا أسبوعين ما متأكدة منه فحرب اشتد شديد خالص فهم حاولوا يحربوا من البيت أمي حربت من البيت فتركتني احتمال كان هي يعني فجوعة إنه أطلع 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 هما طالعينه هي وأمه وأبوه يعني أصدق تقول إنه في المنطقة اللي كنت ساكنين فيها بعد متولدتي وكان عمرك شهر أو شهرين حصل هجوم حصل هجوم لغارعة في القرية اللي انت ساكنين فيها وأثناء الهجوم اللي حصل إنه أمك طلعت وتركتني في البيت في البيت ومثلين عرفت إن هي تركتي وهم بعد ما فاتوا يعني زي طبعا حبوا أمه وهم جا أخذوها من بيتها هي يعني هي سقنة لوعدها يعني جو لأنه هي لسا أنا ولدت أتولدت الصغيرة وهم جايني يساعدوها أصلا هي أمها بيبي آه أوكي هذا شيء عادي طبعا عادة اللي من وقت طبعا بيبي صوت إنه أطلع هنا رايحين طالعين من البيت هي تركتني وطلعت لأنه الحرب أصوات أصليها وشنو فقام فاتوا في الكنيسة يعني عشان نفهم الموضوع إنه إنه جدتك وجدك لأنه أمك كانت راح تخلف هم إيجوا كانوا معاكم وحصل إنه هجوم في القرية اللي أنت كنت فيها والناس كانت مستعجة لأطلع أطلع أطلع بدنا نمشي هي طلعت زي الناس كلها اللي بتطلع وما أخذتك معها ما أخذت وفي الكنيسة هنا فأبوها قام سألت فين بيبي قالت هنا تركتها في البيت فجدي كان اتدهت إنه هو ابنه وابنه يعني خالي خالي يعني أصروا إنه يرجعوا يتأكدوا لو أنا متى خلاص هيعرف إنه أنا متى ويآمنوا بس لو أنا حيا كمان من إرادة الله هم بس يحاولوا يجازفوا يعني عايزة تقولي لي إنه إنه ربنا أنقذ حياتك لأنه جدك وخالي أصروا يرجع أصروا هم رجعوا فعلا وليقوني أنا في الراق دا في البيت اللي والحي كان كلها بيحرك معدى الغرفة لنا فيها كان لسا قريبة يعرك حريقة كاملة في القرية فأخذوني وحتى يعني بعد ثلاثة أيام أحسن يطلقوا مع أمي إلى بعد ثلاثة أيام لأن الحرب اشتدوا هم ما قادروا يتقابلوا مع بعض فأنا بس كنت كان في حتنة جدي وخالي بس يعني لما إجا أخذوك كان فيك جرح كان فيك حريق خالص ما فيك أي شي ولا في أكل ولا في حاجة معام يومين إحنا كنا في خلق وبعد ما وصلنا في كنيسة أمي زعلت طلعت من كنيسة إنه هي فقدتني قم طلعت قالت لما أنا فقدت ابني أنا فقدت بنتي ودلوتي أخويا وأبويا لأنه يومين هما ما قدروا يوصل إلى كنيسة فهي قم طرقت قالت يا أمي يأست يعني يأست قالي خلاص أنا حياتي فيها إيه بنتي خلاص حصل وأبويا وخالي وأخويا ما ممكن ثلاثة نفر فلأنه متأخر وما رجع هي طلعت من الكنيسة ومشت معناته لما جدك وخالك إجا أخذوك ورجعتو الكنيسة أمك ما كانتش موجودة ما موجودة وووووون أنا وقدت وسيلنا هي مش موجودة وما شفتها تاني خالص ما شفتها خالص واووو عشان كده بتقول انك تربيت وما شفت محبة الامر ما شفت محبة وكنت ما بعرف هاجة اسمه حب وتربيتها مع جدك وجدتك وهي كبيرة في العمر ويمكن أربع سنين وجدي كمار وهي فتلك لوعدها وهنا يمكن عمري خمس سنين معانا انت فيك تقوليلي انه يعني حرب في جنوب السودان إلها اشي شخصي فيك انت كمان يعني هذا الحرب مش بسق انها كانت ضد البلد كلها بس انت لحد الان بتحملي زي ما تقولي الجرح نعم فعلا من اللي حصل في جنوب السودان فعلا أنا فقدت عمله وقلت في حياتي ليه ليه ما بعرف هاجة اسمه حب ما في زول الداني حب ولا علمني حب كان صعب في حياتي سرعة بداخلي فافتكرت انه بعد ما كبرت افتكرت انه يمكن واحد حيجي يعودني عزها حب الحب لكن برضو ما لقيت حب ده بطريقة حب بس هو ربي يسوع بس ممتك حصل شفتيها تاني رجعت رجعت وامري بيقى 17 سنة يعني اول مرة شفتي ممتك لما كان عمرك اه تركتني يمكن ان شحر وشفتها بعد 17 سنة اكردت فعلك يعني شفتيها ماما اخدتها في الحظة لا انا قلت ما اشتك طلا لاني ما بتعرفيها ما بعرفها بس جدتي حكتلي انه ده امك امك لا 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 ما تقول لي كده رفضت يعني انا رفضت اقول لا ما امي انت امي انت كل شي سبعة تصر سنة اهو جيت ارفت القساة فهم كنت مدايق من امي حتى ارفت انه خلاص اكتنات انه امي بس مدايق انا حياتي صعبة عايزة اروح مدرسة كان صعبة انا دخلت مدرسة ببين مشايت بمدرسة مدرسة بنفسي انا عمر ستة سنة كنت بدور للمدرسة بنفسي ما في حد كان بساعده ما في جدتي خلاص كبرت و تابعنا يعني هي ما بتقدر تعمل يعني انت فيك فعلا تقول انت كنت من ضحايا الحرب اللي حصلت عندنا في السودان انا دائما بقول للناس انه الحرب اللي بتحصل ده مش بس فقط انه ناس بتموت واو الاخيري بس في جراح في قلوب الناس الى الان طيب كاترين شو اللي حصل في حياتك اللي خلي ان يكون عندك امل ويكون عندك رجاء ونتكلم مثلا في برنامج فيه اختبارات يعني انا يعني في حاجة غريبة في حياتي يعني اتولات في اسرة مسيحية و جدتي يمكن هي كبيرة هي كما بتمشي كنيسة بس الكنيسة كان جمبنا بس في صوت جرس في كنيسة نامان يرين بخليني حاجة كده ما بعرف احساس جواي انا عايز اروف كنيسة بس او انا صغيرة ما في زولها يوسيلني بس يوم ما عمري سابس نين رحت في كنيسة لوحدك و جدتي كان يعني بيدور علي انا كنت فين و انا بس دقات الجرس لمستني ما بعرف ومشيت الكنيسة الوعدي وقعت في كنيسة ومن يوم ده بحب بمشي كنيسة يعني الرب اللي حفظك من الحريق والنار واللي حفظك انه جدك ايجا اخذك والاجراس اللي سمعتيها اللي كانت بالدق كمان داخل جذبتك اكتر اكتر دخلتك للكنيسة وخلتك انك تعرف بالرب يعني شجعني يعني حتى برغم فيه اشياء كان حصل افتكرت انه يمكن استسلم انه يمكن اسلم لكن لا في حاجة كان الجرس ده ومبدأ لانا كنت مشيت فيه كنيسة متمسك فيه كان انا متمسك انا ما بعرف كيف ازاي انا ما بعرف لكن كنت متمسك بالمسيح الشديد وما انه ما بعرف شي في كتاب المقدس ولا بعرف المسيح كتير بعرف ان انا مسيحي او بمشي كنيسة وبس ومتاني بتداتي تعرف عليهم وبدأت اتعرف عليهم وبعد ما سافرت اجيت الاوروبا لقيت اوروبا غربة وهي صعبة ومملة ورجعتني تاني حيالة انه كنت في الجنوب لان الناس كتير يفتكر انه اول موحد يجع على اوروبا يعني يفرح والبلد في امان وسلام والاخير شو الممل بالزبط او شو المشكلة بالزبط كما في ما في اقرب حد دي علي يعني عايز اتكلم ما مثلا ادور الاحل السودانين كما في واحد قريب بالي يعني انا شايف نفسه على حيطان قبل ما تصل هنا يعني كيف وصلت اوروبا يعني من جنوب السودان من جوبا والاخري جميل انا قلت بعد ما طلعت جنوب السودان بعد ما امي جات واتعرفت معه وبدأت حربة تاني فقلت لها مرة دي انا ما حاقط هايز اتلع يعني الخوف ايجت مرة تانية تفقد كل شي قام هي سعادتني فعلا ادتني فلوس وسافرت جيد خرطوم قلت في خرطوم دورت على الشغل واشتغلت يعني شغل كان كويس معي ففترة هما فعلا يعني انا زيلتا قالوا ليه لازم اغير زي انه زي اللي انا لابسة مع مناسب للمكتب فانا قلت لهم ليه قالوا لانه عايزين نطبق قانون الشريعة فالمكاتب لازم كلها السيدات لازم يلبس زي الاسلام كان في مضايقات والقرش هما دوني في يدي طبعا فكلام ده لسه كان في قلب انا ممسطوطة ممسطوطة مشيت البيت كان في ضغط يعني سبع ايام انا قلت باجي في المكتب بالشغل ما مرتاحة يعني لو انا لابسة زي ده احتمال يمكن بعد فترة هايقول لي ممكن تسلم يعني في افكار كده كان جواي عادت مسكي بالايمان تبعي فبعد اسبوع جا قرار عندي انه انا اخلي بلد بس اترك البلد خلاص ما حال بس لبسة ده فاشتري التذكرة باخرة وهو سافرت قاهرة ومن مصر ومن مصر قابلت واحدة فنلندي وتعرفت معه وجيت على اوروبا وهو جابني في فنلندا فاشتكام معه يعني كان صعبا لانه هو من بلد وانا من بلد ثقافة مختلفة ثقافة مختلفة وسانا اتعرف على ثقافة وكان مساعلة فالتدد اتصل يا رب انا اقولت انا ما انت فيش في الدنيا اشنو هل انا ابنك يا رب لو انا نعم فعل ابنك اللي انا متعزب دول حياتي عمري في الصغير انا متعلم اللي قيت زوج بره متعلم ما افاهم الاعياء في حياتي فكان عندي كده السؤال تبع ليش يا رب يعني ليش انه تخلي مثلا مامتي تتركني وانا صغيرة انه امر بظروف صعبة في السودان في جنوب السودان اجعل شمال السودان كمان يكون فيه مضايقات اطلع من البلد واجعل بلد اوروبية ومين فيه مضايقات وواحد بشعر بانه يعني لوحده يكواه بصوتك فهذا السؤال تبع ليه ربنا سعالتها نفس السؤال يا رب انا مالتش اللي انا موجود في الدنيا لو انت خلقتني اعلمني وريني انا عامل ايه لان انا خلاص تيبته يعني كان فيه بحث داخل بقيت اقوض لوحد ما هيس اي حد خلاص بقيت بس اعلم ان رب انا خلاص تيبته خلاص فما بعرف رب فعلا جاتني بطريقة القناة طيب يعني هون زي ما قلت في اوروبا هنا يعني 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 الرغم انه ما فيه مضايقات بس كل اشي مميل 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 ليه؟ انا لوحده لانه ايشنا في حياتنا يعني احنا سودانين بنحب وعلاقات مع بعض انا قد مع بعض نزور بعض نقط مع بعض بس دكا ما فيه عشان كده كان في وحدة انا حسيت بوحدة بقى اكعب طيب شو اللي ساعدك في بحثك عن انه وسؤالك لما تقوله رب نا ليه يا رب انت انت وين؟ انت ليش ما بدرت تتعامل معي يعني شو اللي حصل انا سألت سؤال لي اليوم والتاني يوم انه انه كنت قاعدة في السالة حتى افتش في كانوات مسلسلات. بحب مسلسلات. في التلفزيون يعني. في التلفزيون. ففتحت جناة مسيحية. يعني عفوا. ما لك أنت مخططة يعني. ما مخططة. بس أثناء فتحت لجيت قسيس بن حين. كان بيشرح شيء في كتاب المقدس أن امرأة سامريا. في يوحن أربع. في يوحن أربع. فأثناء ربي يسوع قال للمرأة سامريا. أسجيني. أنت كنت تعرف القصة ديت. ما أنا أعرف. أول مرة أسمع. حاجة عجيبة لي. أسجيني وامرأة سامريا. وقد بيقول. أنا إنت يهود. يعني قالت له أنت يهودي. وأنت راجل. وأنا سامري. إذا نتعامل مع بعض. فكلمة ربنا قال. ربي يسوع قال. إذا اتعرفت أنه مين بيقول. سجيني. لو أنا عديتك الميا. الميا دا. حيجري فيك. ماء حي. ماء حي. ماء حي. دا كلمة دا لمساتني. حتى رديت بنفسي. يا رب أنا مبرد عايزة نفس الميا. شفت. رديت لأنا قلت يا رب أنا ما كنت عايزة نفس الميا. فاستمرت. استمرت. قلت عايزة. أعرف نهاية قصة السامريا دا كان شنو مربني. فالبرنامج راح انتهت. بس خلينا نعرى الآية ذا. آية الأجابة يسوع. وقال له. كنت تعلمين عطية الله. ومن هو الذي يقول لك. أعطيني لأشرب. لطلبتي أنت منه. فأعطاكي ماء حي. قالت له المرأة يا سيد. لا دلو لك. وكذا. وبعد ذاك قالت له. أعطيني لأشرب. يا سيد. أعطيني هذا الماء. لكي لا أعطش. ولا أأتي لهنا لأستقي. فهذه الأمنية كانت جواك. بس يعني لمستني إن الله. أنا ما أرجع تاني أعطش دا. يا رب ما تديني برضو. آآ. أنا كان في عطش روحي وعطش للمحبة وعطش عاطفي. بس ما بعرف. وما بعرف ليه قصة سامريا دا بس. يعني جاتني كده. ليه يا رب أنا ما برضو عايزة. يعني ما افتكرت إنه قصة. يعني جاتني كانو. كان بيكلمني أنا. فبدأت أفتش إنه حايزة كتاب المكدس. لعنو القصة في التلفزيون انتحت. دورت على البيت ما عندي كتاب المكدس. فكنت عاوزة شوف كتاب مكدس. أقرأ قصة من الأول. أسان أفهم. بس كنت معندي كتاب مكدس. ما عندي كتاب. شو عملتي؟ اتصلت لأصحابي. فكنت بس على كتاب المكدس بأي لغة بانجليزية بل عربي. الاثنين. لعنو اللغة فنلندية كان صعبة. فاتصلت لواحدة قاسيس. قال ليه حاسي دلوتي ما عندهم كتب. بس لو أنا محتاجة للشديد فعلا هم ما هيطلبوه. يعني حتى في بلد الحرية وبلد كل إشي بسر عن كتاب مؤدس. وقال ليه ما موجود. وقال ليه لكن هم هيطلبوا ليه باسمي. فأنا من شدة ما محتاجة لكتاب المكدس. بفتكري إنه طلب دليس بحيت. ليسا إلا أتصل بأحد تاني. فاتصلت بواحدة بردو هي قلت ليه هنا عندنا اتنين كتاب المكدس. زوج عنده واحد وانا عنده واحد تانا. فحدي لك كتاب المكدس حديية بالنسبة لي. يعني الرب دبر انه جدك وخالك يرجع ياخدوك من البيت. الرب دبر انك تطلع من السودان. وانك تجي هنا وفي يوم الايام تتفرج على برنامج تسمع على المرأة السامرية وتقول يا رب أعطيني هذا الماء لأشرب. وتفتش على كتاب مؤدس. وحد يجبه لك. وبعد ما فتشت الكتاب وقرأت الكتاب المكدس. بقيت أبكي واحيس بجواعي إنه ياريت لو انا عرفت كتاب المكدس. إذا انا مسيحية. لما انا مسيحية اسميا. لأنه كلمتها في كتاب المكدس كان بيحكي حاجات. يعني لو تعرفت بكتاب المكدس كم من الصغير. يعني كنت ما تعلمت على مرأة موجودة فيها. يعني يعني حصل شفاء لمشاعرك الجريحة من خلال إرايتك لكلمة الرب. كلمة الربك يعلمني زي أنا كنت في الحياة اللي حصلة كأنه كتجربة. يعني احتمال كل ده يمكن ربنا كان عايز يلميني انه انت غير اتجاح اللي كنت فيها. وانا قلت لما فاهم هاي شي. بس في التلفزيون كان جاني بصورة وادع. وشو اللي صار بعد ما بتدي تقرأ كتاب المكدس؟ بعد ما قرأت كتاب المكدس جاني حاجة إنه عايزة اقرأ. لأنه بطريقة اللي أنا قرأت فيه ما بفهم بطريقة وادع. فلازم امشي مدرسة اتعلم كتاب المكدس. حتى أنا قلمت زوجي هنا عايزة امشي تعلم كتاب المكدس كان بقول لي ما مهم. مهم. وقلت له مهم ونص. اصريتي انت. اصريت. قال لي لو انت تلاتة من الباب ده ما هترجع. زوجك. اه. لان انا اخلاص يعني اخدت قرار عايزة اتعلم عايزة اتعلم. فهو في ناحيته كان مجبل. وانا جوايه سراعة انه لازم. وقلت له انت متأكد في قرارك انه ما همشي تعلم. قال لي انا متأكد ما هتمشي. مطلوق و اي رايق انا همشي. قال لي خلاص لو تلاتة. الباب ده لو تلاتة. ما هترجع عايزة. بس مما قال كلام ده. قال لي بشيلت الشنطة. اخترت انت انك. مطلوق خلاص انا تلاتة ما هاريا. حتى بيتي كان صغيرة يمكن عمره خمسة سنين. ما حسيت بها حتى في عيني كما حسيت انه تفئل. ولا مشاكلة في البيت ده بس مشاكلة. انا عايزة اعرف حاجة في كتاب المؤدس. معا اكتر عن رب. واو. لانه كان في بحث وكان في اسئلة وكان في عطش. كتير. فانا عايزة اوصل للنهاية. فتركتها. طلعتها فتحت باب. وجدت للمدرسة. يا رب. وبتديت كتاب مؤدس ودرست كمان. درست. لاحظت في مدرسة هنا في اوروبا. بس في اول اسبوع. ما اشتكت للبيت ولا للتفلي. بس كنت عايزة اعرف كتاب المؤدس بيقول لي شنو. كلمة الرابع. فلعنو ان انا في المدرسة كنا كنا بنقعد في الداخلية. وبعد في الاسبوع في الاجازات بنرجع بيوتنا. فحسيت انه يوم الرابع حسيت انها اشتكت لبنتي. فرجحتي اختي. فاتصلت. اتصلت لها هي مرادة. اتصلت لزوجي مرادة. فتاني رجعت لنفسه. قلت كاتيرين انت ما وعدت انه يعني هو اداني كلمة انه لو ثلاثة ما حترجع. احتمال اقدر الكمة. فكان في صراع يعني. اذا اتصل هما يرفع تلفون يتكلم ما كان. فرفعت الموضوع للاستاذة. انا في سراعة صعبة في البيت. ثلاثة وزوجي كان زالان. وانا اصلا اصريت عايزة اتعلم كتاب المؤدس. فهو ما مبسوط. فممكن تسلم من اجلي. فاستاذي يصلوا لاجلك والاجل الوضع. طلب الرب. فهم بقى احنا كلنا في الفسل بدأ يسلم من اجلي. وفي اول اسبوق اللي حاول روحي البيت. مم. مما انو انا ممم اتأكدة هالله هو هيستقبلنا وما يستقبلنا. لكن الاستاذة قال ليه. فمشيتي يعني رجعت. فرجعت مشيتي البيت. اسناني جيت البيت وما ايا مفطاة. عايز أفتح الباب كان الشيطان بيقول لي لا لا الكيلون يتغير المفتاح اللي عندي القديم غلص ما شغال قلت لأ أخب الجرس دي سيد الجرس وهو جا فتح الباب فتفتح باب جديد في حياتكم وقتتفتح باب وابتسم القويس الأول ابتسم وقتتسم افتكرتها شكرا يا رب اوه كاترين دخلت البيتاني قلت لأ انت مزعل قلت لأ انت مختار انت هيستدعلم بس ببساطة كده قلت اوصل دراسك وكل اجازة تجي في البيت نحن قربنا على آخر البرنامج بس عايزك انك تقول كلمة واحدة انه في كل اللي حصل لك في حياتك دي انك هل شايف بصمات الرب يسوع المسيح ايدينه في حياتك او بتقول اللي حصل معك ده كل صدفة نعم شفت حاجات تغير كتير في حياتي يعني انا كنت تعبانة جواي قلم كتير ومن انا الصغير وانا كبيرت والهروب وحياة كئيبة بس بعد ما اتعلمت كتاب المقدس وراحت مدرسة شفت التغير في حياتي السلام اللي جيت في قلبي امين يا رب يعني عرفت انه ربنا فعلا يتعامل معي غير حياتي يعني من 2008 وحاسي احنا في 2014 يعني مسك في يدي انا كنت زمان كنت يعني في حياتي وكنت انا تعبت في اوروبا اتغيرت وكنت بشرب بس الرب الرب غيرني غيرني حتى الشرب ارته امين يا رب وبيكتموت من ابتاع المسيح طب مادس هاللوية يعني انا شاعر انه ممكن نعمل حلقة كاملة ان شو الرب عمل في حياتي بس خلوني في اخر البرنامج انا اشكرك كتير كتير واشكر الرب يسوع المسيح اللي غير حياته واللي عايز اغير حياتك حياتك انت وانت بغض النظر شو الظروفة اللي احنا مشينا فيها الرب يسوع المسيح بقول تعالوا اليها يا جميع المتعبين وثقيلية الاحمال وانا اوريحكم وزي ما وعد المرأة السامرية انه يجري من بطنها ماء حي يقدر انه يدخل في حياتك يقدر انه يعطيك امل يعطيك رجاء جديد زي ما شفنا انه بصماته ايدين الرب في حياة كاتير اللي اخذها كطفلة الى انه جابها لهذا النهار كلمة الرب التي عاملت معها يسوع المسيح الحي المقام من بين الاموات اللي لمس قلبها اللي لمس حياتها يريد يلمس قلبك النهاردة ويلمس حياتك ويلمس بيتك سلم وكل اشي احتمال يكون في عدم محبة في عدم غفران احتمال يكون في مشاكل كتيرة النهاردة سؤالي واجابتي اليك هي يسوع المسيح في حياتك الى حلقة اخرى في بارك تاراوة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة